سيد محمود نبدأ بيه تعالى نشوف مثلا الفرق اللي نبدأ بقى مثلا معنا في وقت احصائيات الجولة خلصانة بقى لها يومين نشوف الحاجات اللي كانت منوارة اوي وفي نفس الوقت احصائيات تهم اكيد الشارع الكورة والمصر تعالى نشوف مثلا الفرق الاكثر تزديدا في الجولة الاولى في الدول المصري طبعا كلنا شفنا المبارات كان فيها نتائج كتيرة دي الفرق الاكثر تزديدا في الجولة الاولى فرامت سوء 23 كورة النادي الاعلي سوء 22 جونة والجونة 18 كورا. ولكن النادي الأهلي هو أكتر نادي في الجولة الأولى كلها. في 18 فريق شاط على المرمة بين الثلاث خشبات. هو النادي الأهلي بسبعة تزديدات. يليه مفاجأة كبيرة جدا. وهو نادي زيد اللي داخل بقوة كبيرة جدا. وبعديهم نادي أمبي في المركز الثالث بست تزديدات على المرمة. وده ندل على شيء. ندل على نادي زيد. لا نادي زيد مش داخل الدوري بس يعد سنة وينزل. لا نادي زيد ممكن يكون ليه دور كبير السنة دي في الدوري. نشوف الاحصائية اللي بعدها. وهي احصائية برضو مهمة جدا. وهي أكتر فريق ضيع فرص محققة. يعني ممكن تقول فرصة بنسبة 100% ونادي ما قولين عرب أكتر فرص بأربع فرص. ويا ليه النادي الأهلي بثلاث فرص. ثم النادي مودرن فيوتشر بفرستين. نشوف الاحصائية اللي بعدها. وهي أعتقد ليه علاقة بالحراس المرمة. آه طيب. دلوقتي الدولة كريم أبرس ثلاث حراسة عملوا تصديات في الجولة الأولى في الدوري المصري. محمود الزنفولي عملت ست تصديات في المباراة اللي كانت ما بين نادي الدخلية ونادي أمبي. للنادي الدخلية عمل مباراة كبيرة جدا. يا ليه أحمد عادل. آه تفضل. أول مباراة محمود الزنفولي من ست شهور. ده ده. يجب الإشارة يعني. أحسن حارس في الجولة. أحسن حارس في الجولة. أنا كد جيبت لك أحسن حارس في الجولة. أحمد عادل عبد المان عم نادي الإسماعيلي. شط شل ست ست كور. وخد بالك نادي زد كان برغم من الاستعواز ما كانش طول الوقت مع نادي زد. بس نادي زد كان افكتف جدا وشارس جدا على هدف. علما. علما أن أحمد عادل هو صاحب خطأ الهدف. ده هاي. ده هاي. وبعد كنا عندنا المهدي سليمان في نادي للتحاد سكندري. طيب محمود الزنفولي عشان نديله حقه برضه. هو كان أفضل حارس موجود في الدوري الأسبوع ده. لو نشوف الإحصائيات بتاعته في المباراة هتلاقي إن محمود الزنفولي يا كريم شل ست كور من شل ست كور أربع منهم داخل الشيطات من داخل الصندوق. والبانشز اللي هي الكور اللي عبها بالبوكس. ست كور ولكن أنا عاوز أقف عند لقطات بقى للفيديو جمعنا. هو شل شوء كور كتير جدا بس جبنا لقطتين تلاتة. نعرف الناس ليه. محمود الزنفولي يعني طبعا بناءنا على اختياراتنا كان أفضل حارس في الجولة. شل كورة دي الكورة الأولانية لشيطة في المباراة بس بقى يا كريم. عملي شي الكور كتير جدا رد فعل وسريع جدا في مسافة صغيرة جدا داخل منطقة جزال ولكن دي الفرصة اللي أعتقدها بالنسبة لي اللي كانت الأبرز والأخطر. هنا شاطر طلع كورة. رجع تاني شاطر كورة تاني. التالتة كمان أم صدها طبعا التلات تصديات في كورة واحدة. بنسبة الإحراس بتاعتهم. يعني لو فيه اكسبكتت جول كانت تبقى جون بالنسبة ما في الراجل عمل صده والتاني والتالتة يوع على الأرض مرونة كبيرة جدا في قوة محمود الزنفولي في عودته مرة أخرى بعد ستة شهور فتحسب له. فعشان كده اختارنا محمود الزنفولي هو أفضل حارس في الجولة في الجولة الأولى في الدوري المصري. حي. هي كبت الأمينة عبد الحمين بعد شوية يقولك لا مش محمود الزنفولي هو يخص بقى طبعا طيب عمدنا نحب نكمل نحب نخلش على حروب شاني عايز تخلص لا والله انت بارك معايت عايز تخلص كل حاجة بص